بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرة السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا آثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات وعلى جميع أهل السماوات فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجول عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم براتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشياهم واتباههم وعونياغهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أعلى زياد وعلى مرضى ولعن الله بني أمية قاطبه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله مرجانه ولعن الله شمره ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبات لقتالك بأبيا توامي لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه الصلاة في الدنيا أوم الآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراعت من من قاتلك ونسب لك الحر وبالبراعت من من أسس أساس الظلم والجور عليك وإبراه إلى الله وإلى رسوله من من أسس أساس دالك وبنا عليه بنیانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتوا إلى الله وإليكم منهم وتغربوا إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبدي لمن ظالاكم وعدف لمن عداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراهة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم غدم صدقا في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبتم عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والعرض اللهم اجعلني في مقام هذا من من تناله من صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا يا محيا محمد وعلم محمد ومماتی ممات محمد وعلم محمد اللهم إن هذا يومون تبركت بهي بن ومهيا وابن وآكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبیك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف فيه نبیك صلى الله عليه وآله اللهم العنب صفیان ومعاویه ويزید ابن معاویه عليهم منك اللعنة وبدالعابده و هذا يومون فرحت به آل زیاد وآل مرها بقتلهم الحسن صلى الله عليه وآله اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم اللهم إني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا ويوم حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم و بالمضالات لنبیك وآل نبیك عليه وعليهم السلام اللهم العنب اول ظالم ظلم حق محمد وعلي محمد وآخرة تابع له على ذلك اللهم العنب العصابة التي جاهدت الحسن وشاوعت وباعت وطابعت على قتله اللهم العنب جميعا السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهور ولا جعلهم الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد المحسن وعلى أصحاب المحسن اللهم خص أنت أول ظالم باللان مني وابدا به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابر اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمره وعلى أبي صفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رتيه اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الظرود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة